اشتركوا في القناة ويسهم في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبانك انفست كورب حيث نوها سموه بدور المؤسسات المصرفية والمالية في تعزيز اسهامات مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق المزيد من الفرص النوعية لابناء الوطن لافتا الى همية مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية ورفع كفاءته باعتباره احد القطاعات ذات الاولوية من خلال مواصلة التنفيذ المتقن للخطط والاستراتيجيات للدفع بالقطاع نحو مستويات اكثر تنفسية وتبني الابداع والابتكار وتوظيف احدث التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة من جانبه اعرب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبانك انفست كورب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام مستمر بتطوير القطاع المصرفي والمالي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكات البحرين